في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نالك الله سبحانه وتعالى من أجل دفاعا من دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعي شيعي طبعاً شيعي عندك رد على موضوعنا اليوم؟ أعيني؟ عندك رد على موضوعنا اليوم؟ موضوعنا الشيعي علي شباعتهم صحيح؟ لا موضوعنا اليوم كيف تناقض الخوئي مع نفسه في التصحيح والتبعيف للروايات كيف يصبح مرجعاً واختلف مع نفسه أكتر من 13 موضوع بس في التصحيح والتضعيف لشخص واحد وهذا شيء دل علاماته على أنهم التناقض حضرتك لما أقول لك حضرتك حلو ومسكر سؤال مثلاً اسمع ثم تحدث لما أقول لك حضرتك حلو ومسكر وفي نفسك وبعد دقيقة ولكن أنت راجل مر وحنضل تمام؟ يعني أنا متناقض كده ولا أنا متساوي كده في الكلام؟ أنت تفهم هذا الشيء متناقض أنا لم أقف على هذا الشيء قد يكون أنه أصبح عنده مثلاً أسمع توجيه الكلام أشرف أسمع توجيه الكلام أسمع توجيه الكلام وبعد ذلك ممكن أنه تعلق مثلاً كثير من المحدثين مثلاً ترجموا لشخص معين في وقت سابق بعد ذلك أصبح تحديث على هذا المعلومة وصلت مثلاً أخبار أخرى أو توثيقات أخرى أو تضعيفات أخرى بالمصادر أخرى وهذا ما أوقع فيه أيضاً الألباني في كتابه الضعفاء والصحيح وغيره من كتبه وقد استخرج الشيد حسن السقاف أربع أجزاء أربع مجلدات سماه تناقضات الواضحات الألباني إنه ما شاء الله على فكرة على فكرة على فكرة يضع أكمل أكمل أبل ما تكمل عندما تتحدث عنه في علم الحديث أو في علم الرجال يوضح المحدث سبب أو الأسباب التي جعلته يطرقه هذا الرجل تمام في التوسيق أو التضعيف زي ما سيقول لك إيه أشرف غريب سقة ثم بعد ذلك يقول لك أشرف غريب ضعيف إذا كان لك أشرف غريب ضعيف يقول لك لأنه بعد سن الأربعين عاماً اختلط عليه بسبب مرض أصاب عقله فأصبح يعنعين أو يدلس في الرواية وفي بالتالي في الحجبة الزمنية الأولى كان حافظاً في الحجبة الزمنية الثانية كان مختلطاً عليه ده في علم الحديث يا حبيبي تمام؟ لكن أنا بكلمك عن رجل لا إسمع بس أنا هتتكلم معي هنتكلم عن مصادر الآن الآن عندك أرد أولاً أبل ما تتجه للألباني وغير الألباني أنا بأسألك في الخوق عندما يختلف في 13 موضع مع نفسي يا عمي اسمع اسمع ثم تكلم ثم بعد ذلك يلقب بمرجع أعلى ثم يلقب بزعيم الحوزات العلمية ثم يلقب بعد ذلك بأنه صاحب العلمية الأولى في بلاد الرافدين حضرتك الآن كمثال عندي اسم واحد جعفر بن محمد بن حكيه لم يكن الخوئي فيه ظهر إلينا ولكن قال هذا ضعيف بعد ذلك قال وعندي ثقة قال بعد ذلك وعندي ضعيف كيف يقول عندي ثقة وفي نفس الكتاب يقول وعندي ضعيف رد علي أولاً أنا أراجع هذا معقول لسه تراجع رجع وتعالى كلمنا أما في مصطلحك الذي تتحدث أنت به لا ده هناك عندنا حاجة اسمها علم الحديث تمام وأحوال الرجال لما نجي نتكلم في أحوال الرجال ما نجيش نقول لك أصلي فلان ضعف فبالتالي يكون ضعيف وفلان صح فبالتالي يكون صحيح لا يقول إيش هذا الكلام ده علم الرجال ده مبني على أسس لذلك يعرف عندنا طب ها أحوال اسمع 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 اسمك إيه أفل الخط اسمع السلام عليكم السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اسمك يا فندم أه أبو محمد من العراق بص يا بمحمد تبتلقى عنه ما سمعت بدي بص يا بمحمد بسمع ردك بس عشانيني تكلم عند اهل السنة عندنا مكياس في علم الرجال داعب لابد ان يعتمدوا عليه في كلامك كما انت تحدثت عن المحدثين عند اهل السنة هل عندك مثلا رواع تقدر تقول لي راوي ولد سنت كذا وتوفى سنت كذا وتقول لي كسة حياة الراوي زي ما عنده السنة بيعملو عندك راوي اقول لك استعفر بن محمد بن حد استعد اشرف استعد اشرف استعد احمد لحظة اسمعك والله ايه تكمل بس انا بسألك سؤال وانت معي على الهو يلا كم عندك راوي احمد احمد اه جعفر بن محمد بن حكيم تقدر تقول لي ولده سنت كم لا ما حرف وقد دخل فيه عنه بس انا جاي احتيلك بصورة بقواعد عامة طب القواعد العامة اسمعنا القواعد العامة عند اهل السنة اسمع مني يا Eveten اتا ليش ما تسمعني انت اسمع مني يا القواعد العامة عند اهل السنة يا عم اسمعني والكلب كواعد العم عند المحدثين في المحدثين يعرف سنة ولادة الراوي وسنة وفاة الراوي وحياة الراوي عشان لما يجي يضعف في أول حياته أو يوسقه في نص حياته أو يضعف في آخر حياته بيعتمد على ما مر به من أحداث عند الراوي هل عند الشيعة عشر رواة وإذا سنة كذا وعاش في كذا وتوفى سنة كذا عشر رواة بس من رواة الشيعة تقدر تطلحهم لا 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 استطيع استطيع الموسوعة قل لي اسم الموسوعة معجم رجال أه أه اسمعي معجم رجال السيد أبو قاسم الخوي رجال السيد بحر العangle اسمع لي على هوا اسمع اسمع بس اسمع أنا بطلع للناس على هوا عشان تشوف حضرتك بتقول في معجم الحديث الخوي مكتوب أحوال الرواة وسنة الولدة وسنة الو misinة الطلاق وسنة الجواز. تمام? تعال نشوف الكلام ده موجود ولا مش موجود? اصلا. في المعجم. تمام? اه. نجي مزنة عن ايه? يا استاذنا. يا اخي اعطيني مجال اتكلمة. اتكلمة. اتكلمة اتكلمة صح ولا غلط. اتكلمة اتكلمة. اتكلمة اتطيني المجال. بذل راح اكمل وما تبطل. قول لي اسم راوي. من جزء المداخلة الى انا هيا. قول لي اسم راوي من الرواف معجم من رجال الحديثة الكوية عشان نكتبه سنة ولادت ووفا وحياته. يا الاسم راوي ايه دي حبة تختاره? اوه. اش اعطيك اش اعطيك اش اعطيك اه. طلع زرارة ابن اعين مثلا. زرارة ابن اعين. ابن اعين. ابن دينار. اه. طيب ماشي. خلاص احنا نجيب زرارة ابن اعين. ماشي. في معجم رجال الحديث للخوي. تعالوا كده اخواننا لاحبة. نشوف هل مكتوب ولده سنة كام وتوفى سنة كام الكلام ده? ادي كده زرارة ابن اعين. عالشاشة. عالعينك يا تاجر. زرارة ابن اعين. قال النجاشي زرارة ابن اعين ابن سنس ابن كذا ابن كذا ابن كذا ابن همام ابن همام شيخ اصحابنا في زمانه متقدم وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا اديبا اجتمعت فيه الفضل والديل صادقا فيما يروي عن ابو جعفر ابن محمد ابن حزين ابن بابويه رأيت في كتابه كذا 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 البورك وقال الشيخ زرارة ابن اعين يقنى ابا الحسن وزرارة لقب وكان كذا كذا اقر على ولائي وكان سنس راهبا في بلد الروم ابو جعفر راهبا في بلد الروم وزرارة يقنى ايضا ابا علي وله عدة اولاد منهم الحسن والحسين وكذا 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 الى اخره. بالصفحة اللي بعدها متين ستة وعشرين ومحمد 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 واصحاب الصادق. فين بقا اقولي ده سنة كام دي مش ليها خالص. عاشة كم سنة مش ليها خالص. تمام? عنده مش عارفة كم زوجة مش ديها خالص. حفظ العلم عن مين مش ديها خالص. ما تقول لي يا ابو محمد. يعني انت اللي اخترت. وطلعنا قدام الناس وهم رجال الحديث للخوف. اما انا سمعك والله وهسمعك. انا سمعك وهسمعك. انا. ثم انت اخترت لي راوي لعن والايماء. تمام? ولكن انا تمشيت معاك. ممكن تقول لي ولده سنة كام زرارة? لا. انت اقول لي ولده سنة كام تفضل. بالمصدر. ما يصحب. ثواني. افضل معي ثواني. من معجم رجال الحديثة. طبعا بس اسمح لي اولا خليكن في بالك انه لكل شخص لكل محدد لكل عالم له اسلوب وهو طريقة. حبيبي. حبيبي انت اخترت الكتاب. ومنهاج ومنهاج. اسمح لي يا حبيبي. والله انا سمح لك والله. بس انت اخترت الكتاب ولا انا اللي اخترت? ايه 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 انا اخترت الكتاب اسمح لي يا اخي. اتفضلت العالم معجم رجال الحديث اما انت اعتزل. ايه ايه ايه. اسمع لي. كل 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 باوع. كل رجل كل عالم او كده له منهج اولا في التفسير. في التصحيح. في التضعيف. في علم جدال. وكده. والله انا عارف العاجات دي كلها. انا بسعل حضرتك بس فين اه. ايه اتعارف لكن المستمعين ما عارفين. يا عم بس. اتعارف. المستمعين ما فاهمين. لا لا انا على فقر. لا لا. المستمعين عندي فاهمين بفضل الله. لان انا دايما بقول لهم. لا لا لا. لا لا. انت متجد. اقل له. اسمع بس. طلع للاول اعتزر. اقل. انك كذبت على معجم رجال الحديث لالخوي واقلت ان فيه سنة ولاد الزرارة. فضل. اقل لك. اقل لك. اقل لك. هذا اسلوب يا شادر. شنو اعتزر. اني كذبت. اني كده. انا اصلا. اسمح لي اسمح لي. انت دا تحب بقى. اولا. انا. بقى دي بسمحك كتير اوي من صديقنا الامامي. انت الشغال مع الله حاجة. لا 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 لا. لا اعرف الامامي ولا اعرف الجفتر والاشي. اقل رأيتك. علبست المباشر. وحبيت اداخلك. طب. بس عملت الطيب. انا هددك المجال. بس انت بطهربني اول مرة تشوفني شكل حضرتك اول مرة تشوفني صح؟ لا 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 لا. شايفك شايف.اته. عارفة. انا عارف اننا راجل ما بينحديد 합خصيك الا بمصدر ودليل. حضرتك قلت زوكري. لاته ما مساءلتك عن توصيك الراوي. وحياته الراوي. وخانت ولادة الراول تلي عندي معاجة مرجال الحديث فيه فتحنا اخترت اسم انت حضرتك اخترت زرارة حضرتك فين زرارة سنت ولاداته في معاجة مرجال الحديث ها او ما بيردش علينا ليه طيب عود الاتصال بين ابي محمد ان شاء الله لا اشكالة في ذلك